بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم مع الدرس الثامن عشر من دروس تعلم اللغة التركية وفق منهاج إسطنبول هذه الدروس مقدمة من صفحة وقناة مدونة الطالب في هذا الدرس سنقوم بحل التمرين المتعلقة بقاعدة الملكية قاعدة إيليك إكين في هذا التمرين يوجد جمل وفي الجمل توجد فراغات علينا أن نضيف الفراغات إضافات الملكية الجملة الأولى بقن سن فراغ درس فراغ وارن للضمير سن نضيف اللاحقة إن بقن سنين ترسين مع الضمير سن نضيف للإسم اللاحقة إن سنين درسين وارن اليوم هل يوجد عندك درس الجملة الثانية بابان أين يعمل أباك ن هي لحقة الضمير سن الجملة الثالثة بيز مع الضمير بيز نستخدم اللاحقة بزيم ومع الضمير بيز للاسم نضيف اللاحقة إميز إذا كان الاسم ينتهي بحرف غير صوتي بيزيم إميز منزلنا أكلا تشوك وزاك بعيد جدا عن المدرسة الجملة الرابعة سنين أريد منيني سرسوريون إلى معلمك سيارة مهمة هذه في اللغة العربية هي المضاف إليه تقابلها المضاف إليه مهمة أربا سيارة مهمة مهمة هو الضمير أو أي يمثله الضمير الغائب أو نضيف لها للاسم مهمة لحقة الملكية إن مهمة أربا نضيف لها لحقة الملكية للضمير أو وهي س لأن آخر حرف هو حرف صوتي أربصنا باكيور إلى سيارة مهمة ينظر أضفنا حرف الحماية لوجود حرف الجر أ بعدهم الجملة السادسة أولا رن بحجة سندة هاوز فار في حديقتهم يوجد مسبح هاوز مسبح أولار لحقة الملكية لحقة ملكيتها هي إن أولارن ولحقة الملكية مع الضمير أولار للإسم هي إما لير أو لار وإما س س س س س س بحسب آخر حرف صوتي في الإسم بحجة لحقتها س بحجة س وأضفنا حرف الجر دي وبين حرف الجر والأحقة الملكية نضيف حرف الحماية لحقة الملكية ن مع الضمير O نستخدم لاحقة الملكية للإسم مقيمة في منطقة الشيشلي الجملة السامنة سنين بلغ سيارن دا وينوارم في حاسوبك سنين بلغ سيارن دا وينوارم هل يوجد ألعاب سنين بلغ سيارن حاسوبك أضفنا لاحقة الملكية للضمير سان سنين بلغ سيارن دا وينوارم معلمكم إنجليز جاب اليوم هل يعلم اللغة الإنجليزية سيزين أوريتمن نضيف لها لاحقة الملكية مع الضمير سيز الآن الجملة العاشرة سيزين بلغ سيارن دا وينوارم في حاسوبك سنين بلغ سيارن دا وينوارم في حاسوبك Musrtafanın ديشتلة عركر الجملة العاشرة بَنِمْ أَلِنُمْ دَارِ بَنِمْ أَلِنُمْ جَبِينِ دَارِ ضيق مع الضمير بان تأتي اللاحقة إن بَنِمْ أَلِنْ جَبِينِ هي سنضيف لها لاحقة الملكية مع الضمير بيز أَلِنُمْ دَارِ الجملة الثانية عشر بُقْنُدَا سِزِين فِكْرِينِزْ نَي بُقْنُدَا في هذا الموضوع سِزين فِكْرِينِزْ ني سِز نضيف لها لاحقة الملكية إن وماع الاسم لأن الاسم ينتهي بحرف غير صوتي نضيف إنis فِكْرِينِزْ فِكْرِينِزْ ني الآن ننتقل الى التمرين الآن في هذا التمرين يوجد عمودان في العمود الأول يوجد الضمائر والأسماء في العمود الثاني يوجد الأسماء مضاف لها لواحق الملكية علينا أن نقوم بإيصال الضمائر والأسماء بالأسماء التي مضاف لها لواحق الملكية ثم علينا أن نكمل الفراخ الذي يلي الأسماء الكلمة الأولى بنم بنم ساتم أزون لماذا اخترنا ساتم؟ لأننا ننظر إلى الضمير بنم ننظر إلى الأسماء في العمود الثاني أي الأسماء مصرف بمضاف لها لاحقة الملكية التي تخص الضمير بن لا يوجد إلا كلمة سات بنم ساتم أزون شعري طويل بزم أبمز دار بيتنا ضيق بزم أبمز اف زائد لاحقة الملكية امز سيزين آدنز ني ما هو اسمكم سيزين آدنز نكمل الفراغ بالكيمة المناسبة هنا اخترنا سيزين آدنز ني الضمير الرابع من ني من أهزف نغوى الس ليفتريكي هل سيارته معطلة؟ من مصر من وضف Aha من أهزف نهزف من أهزف نكامل من أهزف نكامل المنزل في الضمي من أهزف نكامل من أهزف نكامل سَنِنْ كَرْدَشِنْ نَيشْيَابْيَوْا أَخُوكَ مَازَ يَعْمَلْ نَيشْيَابْيَوْا مَازَ يَعْمَلْ سَنِنْ كَرْدَشِنْ سِنَنْ اَمْكَسِ عَمُّ سِنَنْ يَاسْلِ يَاسْلِ تعني عَجُوز أو متقدم في السن الآن التمرين التالي في هذا التمرين يوجد نص سنقرأه ثم سنقوم بمالفراغات المطلوبة بان سيركان بان اُرْتْمَنِم انا سيركان انا مُعَلِّم بُرَاسِ بَنِمْ سَنِفِمْ بُو چُكُك بَنِمْ اُرْنِجِيمِ بُرَاسِ بَنِمْ سَنِفِمْ بُرَاسِ بَنِمْ سَنِفِمْ بو چكك بنم ارنجيم بو چكك هزا التفل بنم ارنجيم طالبي بنم ارنجي سمع لاحقه الملكية م ارنجيم اونون اده هسن او چوك چلشکن هو نشيط جدا تعني نشيط أو متفوق دراسيا او تنفستة بنا سروع سروع او تنفستة هو في الاستراحة استراحة الطلاب تسمى تنفست او تنفستة هو في الاستراحة يسألني سؤالا diğer öğrenciler سنفتة يك diğer باقي أو الاخرون diğer öğrenciler باقي الطلاب سنفتة يك ليسوا في الصف چونك انهم بحجة في الحديقة يبدأوا بعد خمس دقائق بيز هرغون اكلاغي اليورس بيز هرغون نحن كل يوم اكلاغي اليورس نأتي الى المدرسة بيزيم درسميز دوكوز صفر صفر دا باش اليور بيزيم درسميز درسنا في الساعة التاسعة باش اليور يبدأ 13.00 دا بتيور وفي الساعة الواحدة ينتهي siz kaçta okula gidiyorsunuz siz انتم kaçta في أي ساعة أو في أي وقت okula gidiyorsunuz تسابونا الى المدرسة تسابونا الى المدرسة ضمير وفي الفراغ الاسفل علينا النضيف الضمير زائد اضافة الملكية ban عند اضافة لحقة الملكية تصبح بنين san senin o onun biz bizin siz sizin on learn on learn طبعا تعرفنا على هذه اللواحق وعلى قاعدة الملكية في الدرس السابق في الدرس السابع عشر الآن هنا في هذا التمرين التمرين السامن يوجد جمل وفي كل جملة يوجد خياران علينا ان نختار الخيار الصحيح الجملة الاولى بنين بابان غيا بابان اوكات ابي او ابيه محامي طبعا ننظر الى الضمير بنين الاسم الذي سيأتي بعد الضمير بنين سيكون مضاف له لاحقة الملكية بالضمير بان بنين بابان بابان هي الخيار الصحيح لأنها مضاف لها اللاحقة الصحيحة التي تناسب الضمير بان بابان مضاف لها لاحقة الملكية التي تخص الضمير سان بنين بابام اوكات ابي محامي الجملة السانية سيزين اوضا نزدا شيء اجب خطن اخو ايسل điều ايسل يمثل الاسم ايسل الدمير او كاردشن هنا مضاف لها لاحقة الملكية للضمير السان إذن كاردشن خطأ آيسل كاردشي هي الجواب الصحيح الجملة الخامسة بزم صنف نزده في صنف نزده كلمة وار في صفنا يوجد كلمة هي المكيف بزم صنف نزده هي الجواب الصحيح الجملة السادسة سنين سزلون ويا سزلون نرده قاموسك أين سزلك هو القاموس الجواب الصحيح هو سزلون مضاف لها اللاحقة الصحيح التي تناسب الضمير سن ألان عندنا درس استماع سنستمع إلى النص ومن ثم سنقوم بالإجابة على الاسل التي تخص درس الستماع ستنستمع إلى النصف مكيف مكيف O 62 yaşında Mesut emekli veteriner Bizim bir oğlumuz var Kızımız yok Oğlumuzun adı Ömer O tarih öğretmeni Ömer 38 yaşında ve evli Ömer'in karısının adı Dilek Dilek bizim gelinimiz Dilek 36 yaşında O resim öğretmeni Dilek ve Ömer'in iki çocukları var Büyük çocuklarının adı Suna Küçük çocuklarının adı Derya Suna 16 yaşında O lise son sınıfta öğrenci Derya ise 9 yaşında Derya ilkokula gidiyor Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum Beraber oyun oynuyoruz Televizyon izliyoruz Yemek yapıyoruz ve geziyoruz Torunlarımı Yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Altyazı السؤال الأول يقول ميسود خاش ياشندا كم هو عمر ميسعود الجواب هو ميسود قاطمشيكي ياشندا ميسعود عمره 62 السؤال الثاني عمر نيش شابيور عمر ماذا يعمل الجواب أمر تاريخ أورتمن عمر استاذ تاريخ السؤال الثالث ديلك كاش ياشندا ونيش يابيور ديلك كاش ياشندا كم عمرها ونيش يابيور وماذا تعمل الجواب ديلك 36 ياشندا رسم أورتمن عمرها ستة وثلاثون و هي معلمت رسم السؤال الرابع زهرَهَا نَمِنْ تُرُونَرِ كِم وے السؤال الخامس السؤال الخامس يحضرون الطعام يشاهدون التلفاز ويتجولون الآن عندنا هذا التمرين التمرين العاشر وهو أيضا يتعلق بنص الاستماع في هذا التمرين يوجد اسم الشخص علينا أن نذكر ما هي صلة القرابة بينه وبين زهرهانم سونا كما استمعنا إلى النص هي حفيدة زهرهانم سونا زهرهانم تورنو حفيدة زهرهانم نرحز هنا أننا استخدمنا قاعدة الملكية زهرهانم عن أفراد عائلتنا ماذا يعملون ما هي وظائفهم كم عمرهم الآن سنتعرف على معنى مفردات أسماء العائلة أني الأم بابا الأب كس كاردش الأخت يركك كاردش الأخ آب الأخ الكبير أمجة العم أخ الأب دايل الخال أخ الأم تيزة الخالة أخت الأم هالة العم أخت الأب بابا أني الجدة الجدة أم الأب أني عني الجدة والدة الأم دادي الجد الجد سواء كان والد الأب أو والد الأم لنكتب موضوع نتحدث فيه عن أفراد عائلتنا مثلا ما هي أعمارهم ماذا يعملون وهكذا وهكذا يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم إذا كنتم تشاهدون قناتنا لأول مرة لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لتصلكم جديد الدروس وإذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وإلى اللقاء إلى الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر